عقد في قاعة كتفرية القديس يوسف والقديسة تريزا في بغداد اللقاء الإسلامي والمسيحي الأول وكان بعنوان معاً أخوة تجمعنا مريم العذراء واخذ أقيم اللقاء بمشاركة وفد فرنسي ووفد من علماء النجف والمجمع الفقه العراقي وعدداً من أستاذة الأساقف والسفير البابوي في العراق ورجال دين وراهبات ونشطاء مدنيين واجتمل اللقاء على كلمات وقراءات من الإنجيل والقرآن وخبرات شخصية وتراتيل دينية وبعد استراحة قصيرة عقدت ندوة عن مكانة المرأة في الفكر المسيحي والإسلامي حيث أكد المتحدثون أن المرأة إنسانة كاملة وأن الاختلاف في الجنس ليس نقصاً إنما تكاملاً لا في ديناء إلى أن عالمنا الحالي تغير ولا بد من إعادة النظر في بعض المفاهيم المتوارثة